ينضم إلينا من رمالة نهاد أبغوش الباحث في الشأن الإسرائيلي سيد نهاد لبيد يشن هجوم على نتنياهو يقول بأنه اليوم حزب الصهيونية سيتولى تعيين منصق العمليات في الأراضي الفلسطينية إلى أي مدى يعني يمكن أو كيف يمكن أن نقرأ هذه الاتهامات؟ بالتأكيد لا تأتي ربما من منطلق حرص لبيد على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية أو حتى على أوضاع الفلسطينيين أليس كذلك؟ بالتأكيد لأن كل الجرائم التي ترتكب حتى الآن في الأرض المحتلة يرتكبها لبيد وحكومته إنما هناك تأثيرات لتركيبة المتوقعة للحكومة الإسرائيلية على المجتمع الإسرائيلي نفسه وعلى مؤسسات الدولة الإسرائيلية وتحديدا على الجيش حيث أن الاتفاق الاتلافي الذي أبرمه نتنياهو وكاد ينهيه على كل حال لم ينتهي نهائيا حتى الآن يضمن تعيين شخصيات ذات أسبقيات جنائية ماضي جنائي تحديدا إتمار بن كفير وبتسلييل سموتريتش هؤلاء لدى كل منهم ماضي جنائي في اشتباكات مع الجيش اشتباكات مع أفراد آخرين من المدنيين ممن يختلفون معهم بالرأي تمرد على قرارات الحكومة مثل ما وقع هنا في فترة الانسحاب من غزة لم يخدم هؤلاء في الجيش لا يعرفون ما معنى الجيش وبنية المهنية لذلك تعيين هؤلاء الذين قدموا من صراعات الشوارع وقدموا من الشغب في الميدان ومن التطرف ومن شبيبة التلال تعيينهم ليكونوا مسؤولين عن جيش حديث جدا سلاح التكنولوجيا والأسلحة المتطورة وله علاقات دولية واسعة وله ارتباطات بالولايات المتحدة وكثير من دول العالم هذا الأمر يرى لبيد ويرى يعني ليس فقط لبيد بل هناك أوساط واسعة المجتمع الإسرائيلي ترى أن هذا خطر على مستقبل الجيش وعلى طابع المهني وعلى إمكانية يعني أن يخدم الأهداف التي وجد من أجلها فهؤلاء متطرفون وعليها سيد نهاد يعني ما هي حسابات نتنياهو عندما يبرم هذه الاتفاقات ويتخذ هذه الإجراءات منصق العمليات من حزب الصهيونية أيضا بنغفير الذي توعد بحياء ملف الاستيطان وشرعنة مستوطنات وبؤر غير شرعية صحيح ما هي الدوافع التي ينطلق من هانتنياهو بهذه القرارات؟ أولا هناك ثقل لهذا الشريك الثقيل في الحكومة هؤلاء لهم 14 مقعدا وهم إلى جانب الأحزاب الدينية الأخرى يمثلون نصف الحكومة وبالتالي هم يطمعون بنصف الكعكة التي هي الحكومة والمناصب والمواقع واللجيان البرلمانية والوزارات الدسمة هم كانوا يطمعون أكثر من ذلك كانوا يطمعون بوزارة الدفاع لكن نتنياهو قال لا يمكن أن أسلم وزارة الدفاع لهم فعين أحد أعوانه وهو يؤف جلاند وزيرا للجيش أو وزيرا للدفاع ثانيا هؤلاء لهم يعني هم يعتبرون أن لهم فضلا على نتنياهو ثم هم تيار صاعد في المجتمع الإسرائيلي بمعنى الآن هم 14 كانوا 6 ربما في المستقبل هم ذاهبون إلى مزيد من التوسع والانتشار والنفوذ لكن في نهاية المطاف أيضا نتنياهو شخص ذكي بلا شك ويحسب مصالحه ويعرف أن هؤلاء يمثلون قد يشكلون إضرارا بصورة إسرائيل أمام العالم ولذلك ربما يحتاج لهم بالمرحلة الأولى حيث يسعى إلى تحصين نفسه وتشريع قوانين تضمن حصانته وتمنع محاكمته طالما هو في رئاس الوزراء وربما تضمن براته تمهيدا لصفقة لأنه قد تكون هذه آخر ولاية له هو الآن بعمر 73 سنة أعتقد وبالتالي هو يحرص على العودة إلى رئاس الوزراء قويا وليس كما كان سابقا يعني بأغلبية نائب أو نائبين إذن الحديث الآن ربما هو يملك أغلبية لسن قوانين نعم الحديث عن صفقة سيدفع ثمنها بشكل أو بآخر الفلسطينيون ما هو الثمن الذي سيدفع في ظل هكذا حكومة في ملفات عديدة نعم بلا شك أن وجود هذه الحكومة المتطرفة سوف يشجع المتطرفين على المغالاة وعلى مزيد من الهجمات برنامجهم الائتلافي أيضا الذي أعلنه سوف يشمل اعتبار الاستيطان جزءا من الأمن القومي وبالتالي شرعنت وإضفاء الشرعية على كل البؤرس الاستيطانية محاربة وجود الفلسطينيين وأي نشاط لهم في المناطق المصنفة جين بما في ذلك استخدام أراضيهم الزراعية وأيضا تشديد الهجم على القدس وطابعها التاريخي ولذلك هناك محاولة من بنكفير لمنع حراس المسجد الأقصى من الأوقاف الأردنية من العمل وهو هدد بحبسهم وسيعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وربما السماح للمتطرفين بالصلاة داخل المسجد الأقصى وليس في ساحاته هناك أيضا مسؤولية لهذا الحزب الفاشي المتطرف على وزارة النقب والجليل في الداخل المحتل العام 48 وهذا يشمل مطاردة الفلسطينيين للبدو ومنعهم من استغلال أراضيهم سواء للرعي أو للسكن أو لغيرها وبالتالي ربما يؤدي ذلك إلى تدمير القرى المسلوبة لإعتراف ومحاولة حشر هؤلاء السكان في أماكن سكناهم هناك قانون عنصري سنة منذ سنوات لكن أوقف وجمد العمل به هو قانون كامينتس الذي يتيح هدم حوالي خمسين ألف منزل فلسطيني بحجة بناها بدون تصريح ولذلك هم يقولون أو يدعون أن مهمة هذه الوزارة هي تطبيق القانون والمقصود بتطبيق القانون هي شعار جميل لكن المقصود به هو تنفيذ أوامر الهدم ضد عشرات ألاف ربما من البيوت الفلسطينية في الداخل ولذلك نتوقع فترة صعبة على جميع الفلسطينيين هنا في الضفة وفي الداخل وفي القدس لكن بلا شك وجود هؤلاء في الحكم يتيح للفلسطينيين أن يشددوا الحملة على هذه الحكومة لعزلها لملاحقة وجرمي الحرب فيها لفرض العقوبات عليها إذا ما استطاعوا توحيد موقفهم واعتماد برنامج وطني موحد وخطاب قادر على إقناع أوساط متسعة من أنصار فلسطين على مستوى العربي والإسلامي والعالمي بما يتيح فعلا عزل هذه الحكومة ومحاسبتها موسيقى